وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاترة أساسية للتقدم الاقتصادية الشامل في ضوء عكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من النتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية وجه رئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتدليل العقبات أمام ازدهار أنشطة وأعمال لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي وتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحويلية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزاية نفسية على المستويين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر